أعلن معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ورئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري في دورته الخامسة والأربعين بعد المئة عن تعيين معالي سيد أحمد أبو الغيط أميناً عماً جديداً لجامعة الدول العربية خلفاً لمعالي الدكتور نبيل العربي لمدة خمس سنوات اعتباراً من أول يوليو القادم وذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري التي عقدت بالقاهرة بجمهورية مصر العربية وقد تلا معالي وزير الخارجية قرار تعيين معالي السيد أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية مشيرا إلى أن الأمانة العامة تلقت مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية تتضمن الطلب بعقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري في دورة غير عادية لتعيين أمين عام جديد لجامعة الدول العربية وذلك نظرا لتأجيل القمة العربية التي ستعقد في الجمهورية الموريتانية الإسلامية إلى شهر يوليو من 2016 وقد جرى بحث هذا الموضوع اليوم في جلسة تشاورية للسادة وزراء الخارجية اتسمت بروح الأخوة والمسؤولية والصراحة التامة والحرص على تحقيق التوافق حول هذا الموضوع الهام وقد تم توجيه الشكر والتقدير لمعالي الدكتور نبيل العربي على حسن الأداء في إدارة دفة العمل العربي المشترك خلال السنوات الخمس الماضية وفي أصعب مرحلة واجهت منظومة العمل العربي المشترك وتحديث آلياتها وتفعيل قراراتها والدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها قضية فلسطين وصراع العربي الإسرائيلي والارتقاء بجامعة الدول العربية نحو أفاق أرحب في مجالات العمل السياسي والدبلوماسي والتنموي على المستوى العربي وفي المحافل الإقليمية والدولية والسعي لتحقيق تطلعات الشعوب العربية وأمالها في مستقبل آمن ومزدهر